كشفت مصادر يمانية عن قيام ميليشيات الحوث الإيرانية باستحداث سجون سرية بالعاصمة صنعاء ونقلوا إليها عشرات المعتقلين والمخفيين قسرا القتل والخطف والتعذيب أدوات درس نظام ولاية الفقه لأذرعه في المنطقة فها هي ميليشيات الحوث الإنقلابية تعكف باستمرار على تطبيق إملاءة هذا النظام التي كان أحدها هو استحداث سجون سرية في صنعاء وغيرها من المناطق نقلوا إليها عشرات المعتقلين والمخفيين قسرا وتشن ميليشي الحوث مداهمات بصورة دورية لاعتقال كل من يخلفها الرأي أو يرفض الانصياع لأوامرها كما وتعمد الميليشيات إلى اعتقال البعض بدون تهم وأنما فقط لمساومة أسرهم وأقاربهم على دفع فدية مالية تصل في بعضها إلى الملايين وكانت منظمات حقوقية كشفت عن تعرض كثير من المساجين لصنوف شتى من التعذيب وتوفي العشرات منهم في المعتقلات جراء التعذيب فيما أصيب آخرون بيعاهة جسدية أو نفسية وعلى الصعيد العسكري تمكنت قوات الشرعية بمحافظة الجوف من ضبط شحنة أسلحة وذخائر واجهزة اتصالات كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في صنعا يأتي ذلك في وقت نجحت فيه قوات الشرعية اليمنية من تحرير ثلاثة مواقع جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية وأدت هذه العملية إلى أسر 12 عنصرا حوثيا ومقتل العشرات منهم فيما دمرت مقاتلات التحالف العربية الداعمة للشرعية في اليمن معسكرا تدريبيا لميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي وأدت الغارات الجوية للتحالف إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات ترجمة نانسي قنقر